أو آفاق شركة الجزائرية التركية الآن نحن بصدد الحديث عن اقتصاد مماثل إن لم نقل مطابقاً اللي هو الاقتصاد الإيطالي زيادة على ذلك نعرفه أولاً نزم نعتمد على الشيء أو على الباسيف يعني على الكرونولوجي اقتصادنا مبادلتنا مع إيطاليا إيطاليا هي الشركة رقم واحد أو الشركة الموثوق رقم واحد بالنسبة للجزائر خاصة في الضفة المقابلة الآن راكم نشوفوا أنه عندما تقول فقط أساسعة الشركة الموثوق طبعاً لأنه حتى في تصريح سيد الرئيس قال أنه هذا الشراكة ما بيننا وبين إيطاليا أو اقتصادنا أو تبادل اقتصادي لم تشبه ولا شائبة منذ يعني بداية العلاقات الجزائرية التركية أخص بالذكر العلاقات الاقتصادية هذا نهيك طبعاً عن الشيء اللي كان يعني اللي كان عطاه وحد الطابع في زيارة عن رئيس سيارة الدولة الإيطاليا بش ما نخوضش في الجانب نخليه المواليه الجانب السياسي والجانب الشفلي للزيارة لأسالة الكثير من الحبر وأيضاً تنقلتها الكثير من وسائل والأوساط خاصة أوساط السياسية على وجه التحديد لماذا؟ لأنه جدت في طرف خاص في يعني بطريقة خاصة استقبال كان يعني أسطوري استقبال تاريخي تعتقد أن الوقت كان مناسب؟ طبعاً وهذا هو عبارة عن عربون للجانب الإيطالي للجزائر لأنه يعرف النواية بين جزائر وإيطاليا نحن النية أن يكون عندنا في الضفة المقابلة محطة موثوقة لاستثماراتنا في أوروبا نحن الآن نعتبر أنه إيطاليا بواب لأنه المشاريع هي مشاريع قطعات استراتيجية لما نتحدث عن الغاز الطبيعي والغاز المسار والبيترول وفي عدة مجالات استراتيجية أخرى طبعاً حتى لما نشوف الأرقام أرقام التبادل نشوف أنه الرقم الصادرات للجزائر إلى إيطاليا ورقم الأعمال أكبر بالنسبة للجزائري أكبر من الرقم الأعمال الإيطالي في الجزائر لكن رغم ذلك تبقى إيطاليا كتجربة اقتصادية في اقتصاد المؤسسة الصغيرة المتوسطة والاقتصادات الناشطة المتوسعة تبقى نموذجي يمكن أن نطبق المثال ترجمة نانسي قنقر